وزيرة الاندماج تدعم اللاجئين في النمسا لملق النقص الحاد في الرعاية الصحية أي خبر جميل طبعا موضوع الرعاية الصحية يمكن بنقول فيه رغم حصول يمكن فينا على المركز الأول والخبر ده جاي له لكن بيقولك في 2030 يصل عدد العاملين المفقودين في المجال الصحي فقط 51 ألف شخص يعني أنا معه أن يكون هناك احتواء للأشخاص اللي موجودين على أرض النمسا أي حد يكون عنده استعداد للتعاملين مهنة معينة أو لإعادة التأهيل أو لمعادلة شهادة المفروض يكون هناك عملية تخفيف من حدة الإجراءات عشان يقدر لأن المجتمع النمساوي محتاج للعمالة دي مفيش إحنا قلنا تكرارا وبنكرر دايما أن هناك عجز في جميع المجالات الموجودة في النمسا بدلا ما أنا أفكر أني أرحل حد أو أعمل ما أنا أستفيد بوجوده هنا ما أنا بعد ما أرحله بروح بطلب عمالة تانية من بلاد تانية طبعا أنا عندي واحد هنا بدأ يتعلم اللغة بدأ يندمك في المجتمع عادة أعمل عملية أعادة تأهيل لي وأقدر أستفيد منه في البجال نعم يعني صراحة بالبداية هذا خبر هام جدا لكل من يسمعنا الآن من السادة اللاجئين المهاجرين الأجانب أي أحد اليوم النقطة الأولى تقول لك وزيرة علي الدماج السيدة سوزانة راب أن تقول لك السيدة سوزانة راب أنه حتى عام الفين وثلاثين يوجد يوجد نقص واحد وخمسين ألف شخص بالكبادر الطبية وفي نفس الوقت تقول لك أننا سندعم كل من يدخل بهذا المجال أو هو أصلا موجود بهذا المجال فبالتالي يوجد الفين وخمسمائة يورو للاجئين الذين يسعون الاعتراف من أهلياتهم يعني السادة الموجودين اللاجئين تحديدا أنا أحدثهم الآن والمهاجر يا زيد من في حكمهم طبعا عنده شهادة طبية عنده شهادة طمريد عنده أي شيء فليذهب فورا فليذهب ويبدأ بتعديل شهادته لأنه يوجد دعم لا منتهي لا منتهي لهذا الأمر لتعديل شهاده من ناحية الترجمة تعلم اللغة كل ما يتطلبه الأمر لأنه النمسة اليوم تحتاجه أضف على ذلك أن اليوم عندما أي شخص شاب أو شابة بأي عمر يعني ضمن أعمار معين يريدون ويذهبوا بكتب العمل ويقولوا يريد أن نتعلم أو ندخل باوس بلدونج تمريد يوجد تسهيلات كبيرة بهذا الشأن عندما ينهون مستوى معين من اللغة أو يدخلوا بتأهيل معين يوجد الكثير من هذه التسهيلات فهذه فرصة بصراحة للعديد من الشباب والشابات الموجودين في النمسة بإمكانهم أن يستفيدوا من هذا العرض الذي تقدمه وزارة الاندماج والـ OIF والتسهيلات والتهوينات التي دخلت يعني فرصة عمل بصراحة براتم محترم حتى فيها تسهيلات بالجنسية بالخصول على الجنسية اللي بيشتركوا بالكادر الطبي فيه تسهيلات بالخصول على الجنسية فيه تسهيلات بكتير أمور بالضبط فيه كتير تسهيلات صراحة فهي فرصة فرصة موجودة جاهزة أي أحد لساته ما حدد مسار حياته بعد ما إيجع عن النمسة مثلا وعنده فرصة أنه ينتقل لهذا الاختصاص فأمامه فرصة ذهبية وده أنا شاف يمكن تكون ده من يعني من أحل أو من أجمل الحاجات اللي ممكن تتعامل للاجئ لمساعدته على عملية الاندماج في المجتمع النمساوي ترجمة نانسي قنقر